بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المشتريات ثم تكلمنا عن المصاريف واخدنا مجموعة من القواعد مفادها بأن المشتريات من الحسابات المدينة والمصاريف من الحسابات المدينة كذلك يبقى نؤكد على أن المشتريات من الحسابات المدينة الآن سنتكلم عن عكس المشتريات وهو بيع البضاء الآن أنا اشتريت بضاء من ثم سوف يتم البيع البضاء عندنا اللي هو العملية المالية على النحو التالي تم بيع بضاء إلى محلات الصديق بقيمة ألف دينار نقض يبقى عندنا تم بيع بضاءة اللي هي مبيعات تم بيع بضاءة اللي هي مبيعات وتم تحصيل قيمة المبيعات نقضا أي تم تحصيل القيمة من خلال الصندوق يبقى عندنا المبيعات طرف وهي عندنا الطرف الآخر اللي هو الصندوق طيب خلينا نحدد مين المدين ومين الداني القاعدة رقم أربع القاعدة رقم القاعدة الأولى كانت اللي هو رأس المال دائن القاعدة رقم اثنين الأصول الثابتة مدين القاعدة رقم ثلاثة المشتريات مدين القاعدة رقم أربع المصاريف مدين والقاعدة رقم خمسة اللي هو المبيعات عكس المشتريات يلا نتذكر المبيعات عكس المشتريات يبقى المشتريات مدين يبقى المبيعات مباشرة ستكونPER المبيعات مدين وجادل ويحيكون المبيعات مدين جد тебе السؤال لماذا المبيعات مدين وسع وبشراء تعب ويليس بشأن قاعدة ط deb سؤال الذي سؤال لماذا مبات مدين لماذا مبيعات مدين لماذا مبيعات مدين لماذا تبدأ لدي صندوق مدي يتبع مدام المبيعات حسب القاعدة يبقى الصندوق مدين نأخذ سؤال آخر على نفس هذا الوزن سأخذ نفس الفقر تم بيع بظالم حلات صديق بقيمة ألف دينار هنا حصلت نقضا هنا حصلت بموجب شيك حصلت بموجب شيك نزغر الخط قليلا وعندي تم بيع بضاعة ليه مبيعات شيك عن طريق البنك واحد سيقول لي أنا بعت بضاعة مبيعات هذه المبيعات بعتها من المحلات الصديق وفي المقابل أعطوني شيك شيك مباشرة سأذهب على البنك وحبط الفلوس من البنك يبقى عندي المبيعات وعندي البنك من يقول لي المبيعات حسب القاعدة المبيعات دائن يقول البنك مدين لماذا البنك مدين مباشرة لأن المبيعات دائن والبنك تابع يبقى القاعدة بسيطة جدا سأقول لك أن المبيعات دائن وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله